مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة وفيها تتابعون عدن الغد شرطة السير في عدن تعلن الإضراب عن العمل الميداني وفي الديدفوليو طبيب ألماني في اليمن ضحايا الرصاص في عدن أعلى من سوريا وفي الڭارديان صور الأقمار الاصطناعية تظهر أن إيران تحفر قبورا جماعية لضحايا كورونا في العالم كله رجال المرور هم جزء من الجهاز الأمني للمدينة لكن للعاصمة المؤقتة عدن قانونها الخاص حيث إن قوات الأمن هي من تعتدي على رجال المرور وتقوم بسجنهم ووفقا لموقع عدن الغد ضباط وأفراد شرطة السير بعدا يعلنون الإضراب عن العمل الميداني وقال الموقع إن ضباط وأفراد شرطة السير بعدا أعلنوا بداء إضرابهم عن العمل الميداني في عموم مديريات عدن وصرح مصدر مسؤول في شرطة السير بعدا بأن إعلانهم عن الإضراب وتوقيف العمل كان نتيجة الاعتداء الثاني الذي تعرض له ضباط شرطة السير من قبل قوات أمنية وأفاد المصدر الأمني بأن قيادة وضباط وأفراد شرطة السير بعدا يستنكرون الاعتداءات المتكررة التي تنفذها قوات الأمن بعدا ضد ضباط وأفراد المرور والاعتقالة التعصفية بحقهم وأوضح المصدر في تصريح رسمي له أن ما تعرض له أثير الأبيض مدير الإمداد والتموين بشرطة السير ومسؤول التصاريح عمر فؤاد خلال هذا الأسبوع من اعتداء واعتقال من قبل قوة عسكرية تتبع قوات الأمن بعدا أمر مرفوض ويجب الوقوف ضد هذه الأعمال التي تسيء لرجال المرور في صحبة الهلع حافظ على هدوئك تحت هذا العنوان كتبت فاطمة العيساوي مقالها في العربية الجديدة إنها إذن كورونا شغلنا الشاغل الجديد تقول التعليمات الحكومية شبه المعدومة حتى الآن في مدينة الضباب لندن حافظ على هدوئك وغسل يديك طيب ماذا بعد؟ ماذا عن لمس الأشياء التي أعيشها في حياة اليومية؟ باب المصعد، باب مكتب العمل، طاولة وآلة الكمبيوتر هل أحاول الابتعاد مسافة ما عن الزملاء؟ وماذا عن ركاب النقل العام؟ هل أحاول أيضا أن أجد مقعدا من زويا بعيدا؟ أم أطلب تاكسي أم أقصد المكتب سيرا على الأقدام؟ ماذا لو عطص أحدهم في وجه فجأة؟ ماذا لو علق الفيروس على طرف ثوبه أو القفازات أو غيرها؟ العدوه لئيم من الصعب فهم مخططاته واستباقها؟ كما أن تجنبه يبدو ضربا من مستحيل بعدما تفاقب عدد المصابين ترتفع الأعداد كل يوم وحبل الوفيات على الجرار تبدو التعليمات الوقائية ساذجة كشعبوية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي ادعى أنه صافح باليد العاملين في مستشفى يضم حالة إصابة في حين اتهمه بعضهم بالكذب ولم تعلق المراجع المعنية النصائح والإرشادات بشأن ما يمكن أن يساهم في إبعاد الإصابة مثل تناول عقاقير الفتمينات أو الثوم بعد الأكل أو شرب الماء الساخن أو غيرها من النصائح التي قد تكون مفيدة أم لا زاد الفيروس مساحة الفراغ والتذبذ في حيواتنا سياسة التباعد والاجتماع التي لا يبدو أنها طبقت فعليا قد تزيد من عزلة هؤلاء الذين لا علاقات اجتماعية فعلية لهم سوى مكان العمل والمواصلات العامة زاد الإحساس بالخطر الداهم ليخضي على الاهتمام بالمخاطر الاعتيادية الأزمة قد تشكل نقطة تحول في العملية التي تقوم على حرية الحركة والتنقل وقدرة الإنسان على تطويع الطبيعة بقوة التكنولوجيا ثم ماذا بعد؟ من هذا السؤال يبدأ الهلع أكدت الدراسة الصادرة عن مركز صنعاء للدراسة الاستراتيجية بعنوان الثورة الإسلامية الإيرانية كيف تلهم أو لا تلهم حكم الحوثيين في شمال اليمن أكدت الدراسة أن الأدلة المتوفرة تشير إلى وجود علاقة معقدة بين الحوثيين وطهران وعنوان موقع المشاهد نتا الذي نشر مقتطفات من الدراسة سياسة الحوثيين نسخة مشابهة للنظام الإيراني القراءة الأولية لجماعة الحوثيين تشير إلى أنها استوحت خطابها وصورها وشعاراتها ورموزها المتعلقة بالثورة والثورة والمقاومة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لوحظ تأثير إيران المتزايد في الترويج لعدة أنشطة ثقافية ودينية حوثية مثل إحياء ذكرى عاشورا ويوم القدس العالمي وعيد الغدير ووفقا للدراسة لم يخفي حسين بدر الدين الحوثي إعجابه بالنموذج الإيراني واعتبر آية الله الخميني قائدا عادلا وصالحا يجب الاحتذاء بجهوده كما أن الحوثي يرى أنه من الممكن أن تقود إيران العرب نحو المجد باعتبار جاذبيتها نموذجا ثوريا شيعيا مناهضا للإمبريالية خلصت الدراسة إلى أنه يمكن أن يكون النظام الحوثي قابلا للمقارنة مع نظام إيران السياسي فكما هو الحال ضمن النظام الإيراني فإن قائد الثورة يقوم بذات الدور المماثل المرشد الأعلى في إيران ولديه سلطة مطلقة في اتخاذ القرارات السياسية ومن الممكن مقارنة المجلس السياسي الأعلى بمجلس صيانة الدستور وهناك أيضا أوجه شبه بين اللجنة الثورية العليا ومجلس صيانة الدستور الإيراني أما الكيان المشابه للحرس الثوري فهو الجناح المسلح لجماعة الحوثيين أو اللجان الشعبية كما يصفون إذ أنه مسؤول عن الأمن وعن الدفاع وعن ثورة خلال الحرب الجارية الآن الظاهرة الاستبدادية وعسكرة الأمم تحت هذا العنوان كتب سيف الدين عبد الفتح مقاله المنشور في صحيفة العربية الجديد مضيفا مبكرا نبه الكواكب في كتابه طباع الاستبداد ومصارع الاستعباد إلى أنه يلزم أولا تنبيه حس الأمة بآلام الاستبداد ثم يلزم حملها على البحث في القواعد الأساسية للسياسة المناسبة لها بحيث يشغل ذلك أفكار كل طبقاتها أم ينشغل الكواكب كثيرا بالمنظومة الثقافية التي تنتج المستبد على أهمية ذلك وقيمته بل توجه ناقدا إلى هذه الآلة الاستبدادية وهي تفعل فعلها العجيب في امتهان المحكمين وهوانهم وأيهانتهم ضمن خطة الاستبداد بتحويلهم إلى توطين ذلك وفق تشييع عقلية القطيع على عموم الناس على امتدادهم أن يظنوا أنفسهم على أن يسمعوا فيطيعوا وأن يمتثلوا لأوامر المستبد فيستعبدوا وبحسب الكواكب يتحكم في شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم ويحكمهم بهواه لا بشريعتهم ويعلم من نفسه أنه الغاصب المعتدي فيضع كعب رجله على أفواه الملايين من الناس يسدها عن النطق بالحق والتداعي لمطالبته إنها حالة من العبودية المقيتة وكأنه يشير إلى أن المعاني نفسها عن العبودية المختارة كما أشار إليها المفكر الفرنسي إيتين لابوسيه كيف أمكن هذا العدد من الناس من البلدان من المدن من الأمم أن يتحملوا أحيانا طاغية واحدا لا يملك من السلطان إلا ما أعطوه ولا من القدرة على الأذى إلا بقدر احتمالهم الأذى منه ولكان يستطيع إنزال الشر بهم لو لا إيثارهم الصبر عليه بدل مواجهته رغم مخاطر الحرب وإطلاق النار الذي لا يهدأ قام الطبيب الألماني جوتز جيرتز هايم بزيارة اليمن لتقديم الطب أو الدعم الطبي للمدنيين فكيف عايش الوضع هناك وما هي المخاطر الصحية على اليمنيين في زمن الحرب يعانون موقع الديدابوليو طبيب ألماني في اليمن العدوى البكتيرية في المستشفيات تنذر بكارثة أجرت الديدابوليو حوارا مع طبيب التخدير الألماني في منظمة أطباء بلا حدود والمتواجد في اليمن حيث يعايش الوضع عن قرب ويرى الطبيب الألماني أن تداعيات الحرب على الجانب الإنساني والاجتماعي كانتشار الأسلحة الخفيفة بكميات مهولة وظهور العديد من الأمراض التي باتت مقاومة للمضادات الحيوية ما يترك وطأته على حياة المدنيين وقال الطبيب الألماني متحدثا عن عدن الأوضاع مستقرة حاليا ونحن مستعدون لأي طارئ ففي حال تغير الوضع فقد يندلع القتال في أي لحظة وأضاف أسمع صوت إطلاق النار عدة مرات في اليوم وغير مسموح لي بمغادرة المستشفى ويجب علي التأقلم على صوت إطلاق النار أحيانا تسمع طلقة واحدة وفي أحاين أخرى تسمع عدة طلقات حتى داخل المستشفى يترك الزوار بنادقهما الكلاكنشوف أو الكلاشينكوف عند الاستقبال في المستشفى الذي أعمل به في ألمانيا تقابلنا على الأكثر حالتان من هذا النوع الخطير من البكتيريا في السنة ويصاب الجميع بالضعر حينها ولكن هنا في عدن نسبة 60% مما لديهم عدوى مصابون بها ولا تجد شركات الأدوية مضادات حيوية جديدة لعلاجها جميع المصابين بهذا النوع من العدوى أو من عدوى بكتيريا الدم لقوا حتفهم وسبق للطبيب العمل في سوريا وقال إن الوضع في عدن أسوأ ففي سوريا عدد صغير فقط من الإصابات كانت بطلق ناري أما في عدن لم أرى نسبة أعلى منها لإصابات الرصاص خاصة شمال المدينة حيث يحمل الناس بنادقهم كما يحمل بعضنا ساعته اليدوية فيروس كورونا ليس انتقام أمنا الطبيعة تحت هذا العنوان كتب أستاذ الفلسفة والدين الصيني بجامعة جيمس ماديسون ألان لي فينو فينتز مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد مضيفا يسهل الحديث عن المرض كمنتج لنشاط غير طبيعي إسقاط الأسباب والحلول الإديولوجية فالطبيعة هي عبارة عن ميتافيزيقية غامضة وهي تشفير فارغ وقوي والذي يمكننا ملؤه كما نشاء ومن الممكن تماما بل من الضروري في واقع الأمر إدانة الأنشطة الخطيرة التي قد تؤدي إلى كوفيد 19 من دون التذرع بمعايير أوسع للصلاح الطبيعي لن نقول أبدا إن اللقاحات فعالة لأنها غير طبيعية فلماذا إذن ننسب خصائص حمائية إلى شيء في ضوء طبيعيته فقط؟ إذن وعندما يتم تطوير اللقاح ضد أحدث نسخة من فيروس كورونا ستكون هناك شريحة صغيرة من السكان التي ترفضه مما يعرض الصحة العامة للخطر وربما ترفضه حكومة حيث رفضت حكومة جنوب أفريقيا ذات مرة علاج فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة بالعقاقير واختارت بدلا من ذلك العلاجات الطبيعية التقليدية التي أدت إلى وفاة مئات الألاف وعندما يهدد فيروس آخر العالم سيكون هناك سياسيون شعبويون يستخدمونه لتحريض كراهية الأجانب وسوف يرون في طيف المرض تبريرا لتجاهاتهم الإديولوجية الخاصة وربما يكون هذا شأنا لا مفر منه ولكن إذا لم نتخذ تدابيرا لتغيير الطريقة التي نتحدث بها عن أسباب أزماتنا بدءا من كوفيد-19 فإن جزءا من اللوم عن قدرتهم المكتسبة على الإقناع سوف يقع على عاتقنا وننتقل إلى صحيفة الغارديان حيث كتب جوليان بورجير محرر شؤون الدولية تقريدا بعنوان صور الأقمار الاصطناعية تظهر أن إيران تحفر قبورا جماعية وسط تفاشي فيروس كورونا واعتبرت تقرير أن الحكومة الإيرانية تتستر على الأعداد الحقيقية الصادمة للإصابات والوافيات وأن علاقتها مع التجارية الوثيقة مع الصين حالت دون اتخاذها تدابير صارمة ويقول الكاتب أن القبور الجماعية في مدينة قم التي تظهرها صور الأقمار الاصطناعية تشي بأن الوبع في إيران أخطر بكثير مما تعترف به الحكومة وتظهر الصور التي نشرت للمرة الأولى في صحيفة نيويوك تايمز كما يقول الكاتب قسما جديدا تم بنائه في مقبرة شمالية مدينة قم في أواخر فبراير إلى جانب حفر خندقين كبيرين طولوا كل منهما نحو 90 مترا ويقول الكاتب أن أصحاب المناصب العليا في القيادة الدينية الإيرانية مهددون بشكل خاص بسبب تقدمهم في السن يعتقد باحثون حاليا أن ما بين 45 حالة من كل ألف حالة إصابة بفيروس كورونا ستنتهي بالوفاة وأن أفضل تخمين لمعدل الوفاة هو موت 9 أشخاص من كل ألف حالة إصابة أو نحو 1% منها ويعنون البي بي سي فيروس كورونا ما هي احتمالات الموت جراء الإصابة ولكن ذلك يعتمد على مجموعة من العوامل ففئتك العمرية وجنسك والحالة العامة لصحتك والنظام الصحي حيث توجد صعوبة في تحديد معدل الوفاة الأمر يصل في الصعوبة إلى درجة صعوبة الحصول على الدكتوراه حتى إحصاء عدد الحالات أمر صعب لا يتم رصد معظم حالات الإصابة بمعظم الفيروسات لأن المصابين بأعراض طفيفة لا يميلون إلى استشارة الطبيب ومن غير المرجح أن يكون تباين معدلات الوفاة التي نشهدها في أنحاء متفرقة من العالم ناتجا عن وجود نسخ مختلفة من الفيروس السبب في هذا هو تباين قدرة البلدان على اكتشاف الحالات الأكثر اعتدالا والتي تعد أصعب في الرصد والتوفيق وبحسب النصائح الأساسية من منظمة الصحة العالمية يمكنك حماية نفسك من جميع فيروسات الجهاز التنفسي عن طريق غسل يديك وتجنب الأشخاص الذين يعانون من السعار والعطس مع محاولة الامتناع عن لمس عينيك وأنفك وفمك نشرت صحيفة لومون في افتتاحيتها المخاطر التي تواجهها فرنسا كأحدى الدول التي يضربها الفيروس وأضافت الصحيفة في مقال ترجم لصالح قناة بلقيس لم يتردد الرئيس إيمانويل ماكرون في مصارحة الشعب فقد اعترف بأن فرنسا تواجه أخطر أزمة صحية منذ قرن وأحذر من أننا في بداية هذا الوباء فقط وأشار إلى أنه في كل مكان في أوروبا يتفاقم الأمر وتم إعلان الحرب وبدلا من تحديد عدو خارجي كما فعل ترامب حين اتهم الاتحاد الأوروبي بالفشل في مواجهة الفيروس سعى رئيس الدولة إلى القيام بمهمه أمام الأمة فقد وضع أمام كل القوى السياسية والهيئة الاجتماعية المعارك المتكررة مع الوباء كما لم يخفي حقيقة أن الوباء الذي يشكل اليوم أكبر خطر على المسنين يمكن أن يعود خلال موجة ثانية محتملة تضرب الناس الأكثر شبابا تعتبر هذه المحنة أمرا هائلا بطبيعتها الحيوية وطولها وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية إنها بحاجة إلى نظام رعاية صحية تحت ضغط كبير وهي تضرب دولة استمرت في التصدع في السنوات الأخيرة وكلما زاد عدد الوفيات زاد احتمال تقويض وحدة البلاد لقد فهم ماكرون ذلك وفي ضوء الحاجة الملحة إلى الوحدة الوطنية يجب علينا أن نحيي خطابه ونفهم تصريحاته بما في ذلك تلك الدقيقة للغاية وتنفيذ الانتخابات البلدية في الخامس عشر والثاني والعشرين من مارس مهما كانت التكلفة يجب الحفاظ على الحياة الديمقراطية إن الأزمة خطيرة للغاية لدرجة أنها تعيد ترتيب جميع الأوراق السياسية اكتشف علماء كوكبا يبعد عن الأرض بستمائة وأربعين سنة ضوئية الجديد في هذا الكوكب حسب صحيفة الشرق العوسط أن سماء الكوكب الجديد تمطر حديدا نظرا لاختلاف درجة الحرارة وذكر العلماء أن درجة حرارة هذا الكوكب تصل إلى ألفين وأربعمائة درجة مئوية ما يؤدي إلى تبخر المعادن من سطح جانب واحد منه الجانب الآخر من الكوكب يمتاز بالبرودة وتصل إليه تلك المعادن المتبخرة عبر رياح قوية ونظرا لاختراف درجة الحرارة تتكاثف تلك المعادن وتتساقط على هيئة أمطار من الحديد ووفقا للصحيفة تمكن الفلكيون من النظر إلى الكوكب باستخدام أداة جديدة واكتشف اختلافات واضحة بين جانبي الكوكب وأكد ديفيد أهرن ريتش الأستاذ بجامعة جينيفا السويسرية الذي ترأس الدراسة التي أدت لاكتشاف هذا الكوكب أكد أن الجانب الذي يمتاز بدرجة الحرارة العالية يعيش في أجواء نهارية لأنه يكون في مواجهة النجم الذي يتبعه الكوكب على عكس الجانب الآخر الذي يعيش في أجواء ليلية حيث الظلام الدائم في صحيفة واشنطن بوست صور متنوعة لأحداث مختلفة من كل أنحاء العالم متابعة موسيقى 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 في ختام جولتنا لهذا اليوم من هذه الحلقة رسومات كاريكاتير موسيقى 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 وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى